اهلا بيكو النهاردة هعمل معاكو مخللكو اللي انا بنحبه طبعا نستعدان لرمضان كل سنة وانتو طيبين هعمل معاكو مخللي اللفت قدي ايه لونه حلو جدا وبيفضل ما ارمش زي ما هو مشتري خالص وبيعد شهور لو لست اول مرة تشوفيني ياريت سبسكرايب للقناة ولايك للفيديو يلا نبدي اول حاجة لما تيجي تشتري اللفت حاولي تشتري الحجم المتوسط او الزغير بلاشك كبير الكبير هيتهارى معاك بسرعة بخسله كويس جدا وبانشفه زي ما انتو شايفين كده بصفين من ميته وببدأ بيه على طول انا هنا بقشر بس الجزء اللي فوق زي ما انتو شايفين كده بالمقشرة بتاعتي اهي بقشر بس الجزء اللي فوق والهو الاغضر اللي في ده انا بسيبه لان انا بحبه الصراحة فبسيبه زي ما انتو شايفين كده بقشر بسرعة جدا ما بياخدش اي وقت والحجم الزغير دوت انا بسيبه زي ما هو بالزبط مش بقطعه خالص بس كده ده كل اللي انا بعمله في مخلل اللفت الحجم الزغير بتبقى جمدة وحلوة جدا وطازة ومن جوة كانت حس انها مليانة كده انا خلصت تنظيف وزي ما قلتك انا خلص غسله كويس جدا اجي بقى اقطع انا بقى سيمون وصين وبقطعه شرايح كده بتبقى طخينة شوية بلاش تعمليها الشرايح الرفيعة عشان ما تتهرش برضو منك انا بحب كده اللي يمسك واحدة تبقى فيها آآ لحم كده تبقى حلوة زي ما انتو شايفين كده وبيجي بقى من ناحية المشارشرة دي بتديها شكل حلو بقطع كل الكمية اللي عندي اهي تاني شايفين حجمها مش بفيعة ومش تخينة وبعد ما تقطعيه شرايح بس مرتين كده بالمقشرة كده او بسكينة المشارشرة هتديكي شكل حلو لو عايزة تشيل الجزء الاخضر اللي في الليفت مفيش مشكلة بس انا هنا انا بحبه مش هيقصر معاكي خالص هفضل بقى اعمل كل الكمية اللي عندي دي مش هتاخد منك وقت خالص يعني ممكن في ربع ساعة كده تكوني مجهزة الليفت بتاعت الاخضر ده انا مش برميل انا برضو بستخدمه انا هنا مستخدم حوالي تلاتة كيلو اه طبعا انت ممكن تشتري الكمية على قد الاستخدام وزي ما انت عايزة طبعا انت ممكن تقطعيها برضو من غير السكينة المشارشرة برضو هيبقى شكله حلو بس دي بقى بتبقى زي الجاهز بالضبط انا كده خلصت خلاص الكمية اللي عندي هنا بقى اهم خطوة ان انا هعقم البرطوان اللي عندي اللي انت هتستخدميه لو ازاز زي اللي انا هستخدمه هنا بشميمه بس كده النار كم مرة كده ثواني طبعا بتبقى بعيدة شوية على النار وتحاولي تدخلي فيه آآ الهوى السخن اللي اعمل النار جواه ده بتدي له كده تعقين زي بالزبط برطواني السلسل لما تيجي تعملي سلسل طبعا ده بيساعدك ان انت مفيش وش يطلع على المخلل بتاعك ولا اي مايكرو بيدخل فيه ولا اي حاجة خالص زي ما انتوا شايفين كده بينشف خالص وفي نفس الوقت بيتعاقم هنا بقى هنعمل آآ محلول التخليل طبعا دي معروفة كل كباية مية هتحتاجيها هتحط عليها معلقة ملح كبيرة انا هنا استخدمت خمس كباية مية هحط عليهم خمس معالق ملح كبيرة هي دي المقدار المزبوط اللي هيطلع منك آآ مالح ولا آآ عادب وفي نفس الوقت هيطلع منك مزبوط جدا مش مهري ولا حاجة ولا طري هيطلع معيك مزبوط جدا كل كباية مية عليها كباية ملح كبيرة يعني هنا بسهلة على نفسي فبقلب المية الوحدة بدل ما تقعدي بقى ترجي البرتمان وتعملي الحركات دي لأ انت دويبي الملح في المية هنا بقى هبدأ باللفت الكامل اللي هو الزغير اللي انا مش اقطعه علشان يفضل محتفظ بقوامه وكده مبقاش طري الاطول فترة ممكنة تقعد معاك شهور انا هنا بحب الفلفل معاه بحط الفلفل ده اختياري بكمل بشوية من المتقطعين دايما بيكونوا على الوش علشان هم مدولي انا هستخدمهم في الاول بقى من البرتمان بتاعي كويس هنا بقى علشان اللون الحلوة بتاعه انا جبت بنجر يضبك بس غسلته كويس وحتى ما اشرتوش على طول اطعتو شرايح وبعدين اطعتو المقاشرة كده شايفين ده القشرة بتاعه بس انا غسلته كويس مش مستوي ولا حاجة يا جماعة ناي زي ما هو انا هنا قطرت البنجر لان هنا عايزة يطلع لونه غيمة لو انت عايزة لونه بمبي فاتح بحطي نصف واحدة بس هنا بقى دي الحاجات دي لازم مش اختيارية خالص ورق اللورة معلقة سكر كبيرة ولمونة مقطع شرايح ومعلقة ملح اللمون الحاجات دي كلها تعتبر مواد حفظة وهتمنع لك الريم اللي بتتكون على البرتمان من فوق هغطي كده بورق اللورة البرتمان زي ما انتو شايفين وبعدين هنزل بالمية بتاعتي السكر هيخليه مقرمش ومحتفظ بالقرمشتو دي وميتراش معاكي بسهولة هكمل بقى المية زي ما انتو شايفين كده واخر حاجة خالص هنا معايا كوباية خل كوباية شاي امليها خل وحطيها الخل برضو مع المخليلات بيخليها تحفة لازم البرتمان بتاعك يبقى ماملي ولازم يبقى المخلل مضغطي كويس جدا بالمية هقفله بقى كويس ويبقى انا كده خلصت المخلل بتاعي زي ما انتو شايفين ده كده اول برتمان ونفس الحكاية برضو هعمله في البرتمان التاني شايفين اللون بتاعه لان انا هنا مقترة البنجر تحفة ويدي البرتمان التاني عملته بنفس الطريقة بالضبط بس تقللت فيه البنجر حطيت بس شريحتين لاني عايزة يبقى لونه بمبي فاتح يبقى انت كده لو عايزة غامل بتقطري البنجر ولو عايزة فاتح يدوبك بس بتحطي شريحتين بتقدري تفتحي عليه بعد عشر تيين وبعد كده بقى جاهز بالاكل وبالفة هنا وشفكت معيكم مية شاهين من قناة ايزي كيتشن واشوفكم على خير